تلاقي الأجانب يا جماعة ليه بنقول الأجانب مش عشان عندنا قضة الخواجة لأ أنا بتكلم على الأجانب عشان ايه نتعلم يعني تلاقي إحنا أولادنا مسكين التليفون الشاشة قدام عينيهم ما بتسابش يلا تابلت يلا يعني أصد هما عاديين في إلكترونيات حتى على البحر لكن أنا بص كده بص كده لقي واحدة أجنبية جنبي اللي هلقا عاديين في الرملة اللي هل كده عيالهم زينا زي زمان عاديين بيلحابوا في الرملة وعادي محتسين جوه الرملة وهي سايبان مبسوطة يعني يلا عيشوا فعلا المسوا الرملة ولعبوا في الرملة ويمكن كمان ما عندهمش موبايل خاص خالص آه بالزبط يعني الولاد فعلا قاعدين وبيشربوا مية وبيأكلوا أكل صحي وتلاقيهم في الغداء تلاقي الأم كده مبسوطة أن الولاد قاعدين بيأكلوا بنفسهم لكن تشوف فقا سريخ سريخ من ناحية تانية اللي يقصر اللي بيصوت واللي بيكسر يعني إحنا اللي بيباوز دماغهم يعني ما قدرش أقول إن ولادنا ما أنا اللي بربي يعني ما أنا اللي بربي إن أنا عشان أسكت الودا تديه له الموبايل اللي يلعب به اللعبة ما عمش إيه عشان أسكت بنتي يديها معرفش التابلت إيه يلا تليه تليه يعني برضو إحنا السبب ليه بالك كمان الشكل لمشاركة الأسرة في المصيف كانت غير يعني يعني أنت كنت يبتبقى اكسايتت جدا بفكرة إن بابا بيعمل الشمسية في الأرض وإنتي مستنية بتاع الفرسكة زي ما كنت بتتكلمي مستنية بتاع الفرسكة يعدي وفي حاجة دايرة إنما فكرة التابلتس اللي ممسوكة طول الوقت ومحققلك إن العزال تام حتى لا تصوريش هو أنت دايما منعزلة عن مصدر السعادة اللي أنت رايحه له وصرفت دم قلبك ودفع دم قلبك وشان تدخل البحر وأتعودي تسددي في ثمنه لحد أخر السنة الحقيقة بس أنت مع كل دا انصرفت عنه تماما لأنك مش عارفة أنت السعادة اللي أنت عايزها طب هل هو الموبايل طب له هو الموبايل تعالى نعود في البيت وأن كل واحد يمسك الموبايل ناخد أجازة ونعود في البيت إنما هي الفكرة إنه أنا أبقى عايز أساعدتي إلا أنا جاي لها ودفعت فيها دم قلبي الحقيقة طب أنا عملتها لي والله كان فيها عيلة منزلة على الإنستجرام قصتها أم ياريت نستفيد منها يعني قالت أنا خدت قرار إن كل المصاريف وكل الفلوس ودم قلبي أنا وجوزي اللي بنحضرها طول السنة عشان ننبسط خدت قرار إن أنا لازم أنبسط وأنا قلتنا قبل كيف حلقات إن السعادة دي قرار تحقيق أنا عايز أنبسط قالت لي خدت قرار وبعدين رحت واخدأ كل الموبايلات من ولادي بأول واحد موبايل يتحط موبايل جوزي تحط عشان ما يفضلش طول ما إحنا عاديين ماسك الموبايل أفلناه في الشنطة إحنا نزلين عاديين على البحر وقالت لي جبنا كورة ولعبنا مية يعني في المية يعني عاشت الأجوال إحنا وكنا نعيشها من 30 إلى 30 شكل الأكتيفتي شكل النشاط اللي أنت بتعملي أنت كمان المشاركة قرار يعني أنت بتبقي مقرارا أن أنت هتعملي الوقت ده لعيلتك هتعملي الوقت ده ليكي شلي بالك العيلة المصرية كمان ما بتشوفش بعضها الأب بيشتغل لحد بالليل الأم كمان لو بتشتغل فهي لحد بالليل الأولاد كل واحد بيرجع من مدرسته ويروح درسه ويروح التمرين وهكذا فما حدش بيشوف بعضها يعني الساعة 3 ونص دي إن الأسرة المصرية تتغدى مع بعضها دي حاجة ما بتحصلش من النواد دي حاجة ما بتحصلش اللي يوم الجمعة كمان لو ما فيش حد من الولاد لو بعد صلات الجمعة ده المفروض إنه يكون هو عارفة التجمع السنوي الحلوي بقى التجمع اللي احنا بقى بنشوف فيه بعض وبنتكلم مع بعض ولو حد عنده مشكلة بيحكيها للتاني من غير ما يكون